بعد أشهر من توتر متصاعد بلغ ذروته في صورة إضراب عام من شل الشهر الماضي حركة النقل البري والجوية انتهى شد الحبل بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بتوقيع اتفاق لزيادة الأجور 670 ألف موظف في القطاع العام سيستفيدون من الزيادة المتفق عليها بعد تراجع رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن موقفه السابق الرافد لأي زيادة في الأجور بمبرر أن قدرات البلاد المالية لا تتحمل ذلك تكلفة السلم الاجتماعي قد تكون وطأتها شديدة على اقتصاد تونس التي تعاني صعوبات مالية وحصلت في 2016 من صندوق النقد الدولية على قرض بقيمة مليارين واربعمائة مليون يورو على مدى أربع سنوات مقابل وعود بإصلاحات واسعة تتضمن تقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية الاتحاد العام التونسي للشغل انتقد كثيرا ما وصفه من سياق الحكومة التونسية وراء إملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولية وطالب غير ما مرت بحماية سيادة القرار الوطني ورغم تحسن معدل النبو في الفترة الماضية فإن الحكومة التونسية تواجه تحديات كبيرة خصوصا في ظل نسبة التضخم التي بلغت 7.5% تطورات اجتماعية واقتصادية تأخذ أبعاد أكبر في ظل تزامنها مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر من السنة الجارية اشتركوا في القناة